بحث رائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهايب في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري الجديد لمنظمة كير في اليمن عبدالله عبدي برامج وخطة تدخلات المنظمة بما يتفق مع أولويات المرحلة المقبلة واستعرض اللقاء مستوى تنفيذ أنشطات المنظمة في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية لا سيما في القطاع الصحي وأشاد باصهايب بتدخلات منظمة كير وإسهاماتها التنموية في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل مهام المنظمة وفي سياق منفصل نلقى شنائب وزير التخطيط مع مدير برنامج التغذية بمنظمة اليونسف في اليمن جوزف أبي دعم تقرير التغذية في اليمن وترتيبات الورشة التدريبية الخاصة بالتغذية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان وكذلك التجهيزات الجارية للمرحلة القادمة من المسح الميداني متعدد القطاعات كما ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نيزار باسوهيب مع مدير مكتب مركز الملكس المال للإغاثة والعمال الإنسانية في عدن صالح الديباني تدخلات المركز والمشاريع المنفذة في المحافظات المحررة والاحتياجات لمشاريع دعم وكفالة الأيتام ترجمة نانسي قنقر